هل أوراق سيف الإسلام القذافي مستوفى لأنه كان مطلوب فعلاً من المحكمة الجنائية الدولية وأيضاً هناك مواد في قانون الانتخابات تنصع لأن المرشحين يجب أن لا يكون لديهم أي حكم بجريمة منافية للأداب وهذا حسب التقارير الإعلامية لا نعلم إن كان سيف الإسلام قدمه فعلاً لأوراق ترشحة في سبه أولاء أولاً هذا السؤال وجه جداً أعتقد أن المفوضي العليل للانتخابات لديها شروط ولديها قانون صادع عن انتخاب عن مجلس النواب لديه شروط المترشح للرئاسة في ليبيا أعتقد أن أقدم كل المساندات الدالة على ذلك أنت ذكرت المحكمة الجنائية الدولية نحن نتكلم على شان داخلي في ليبيا والقضاء الليبي هو صاحب الاختصاص العصيل في النظر في القضايا للمواطنين الليبيين قصة محكمة الجنائية الدولية أعتقد أن المدة العامة لمحكمة الجنائية الدولية في العحاة الأخيرة في مجلس النواب تحدثها موسعاً وذكر بأن الفيصل في هذا الموضوع هو القضاء الليبي الدكتور سيف الإسلام لا توجد لديه أي قضية في ليبيا بل كانت الجدل كان على القضية التي حكمها فيها بالإعدام لدى أحد المحكمة السنة في طرابلس في أرفيرو 15 تقصد سيد خالد؟ باعتبار أن الحكم هذا نعم باعتبار أن هذا الحكم هو حكم تهديدي كأنه لم يكن عندما حضر وجوبياً المجموعة هذه القضية هي تشمل مجموعة من الأشخاص منهم الدكتور بغداد عبدالسنوزي والدكتور سيف الإسلام حضروا وجوبياً أمام المحكمة وتم نقض الحكم وبالتالي كأنه لم يكن وهو حكم تهديدي وبالتالي لا توجد أي قضية على الدكتور سيف الإسلام الدكتور سيف الإسلام عندما قدم ملفه إلى المفاوضية العلية تعي جيداً مفاوضية أن لديها شروط وهذه الشروط يجب أن يلتزم بها الطالب من الترشيح في الرئاسة التزم الدكتور سيف ووفر كل المستندات المطلوبة في إطار العملية الانتخابية إذن هو أوراقه مستوفة طبقاً للقانون مستندة مستوفة الشروط ولكن ما نستغربه اليوم هو الإطار الذي تم فيه استبعاد دكتور سيف غير قانوني هو نعتبرها أهدى برناء أهدى أعتقد أن تكون فيه ضغوط سياسية وبالتالي اليوم يعني تعتبرون قرار استبعاد أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي مسيسة أستاذ خالد بالتأكيد إذا قدمنا عن طريق الأستاذ خالد الزايد يقدم المستندات بحضور الدكتور سيف رسام عمر قدافي وفق الشروط التي لدى المفوضية العلية للانتخابات هنا فيها نقطة مهمة أخ الدالية لأن على المترشح أن يلتزم بالشروط المطلوبة للترشح للمفوضية ويقدم أرف المفوضية هنا الشروط مستوفية هذا أمر مؤكد ولا جدال في ذلك وأعتقد أن أستاذ خالد الزايد اليوم في محكمة المحكمة التي في سابها قدم الطعن وقدم الدليل الواضح لهذه القضية نعتبر هذه القضية مسيسة من تتهمون بشكل واضح أستاذ خالد بتسييس؟ لا نتهم أولا نحن لا نتهم أحدا نحن اليوم لدينا معركة قانونية الاستاذ خالد الزايد يتابع في هذه المعركة لدينا ثقتنا كبيرة في القضاء الليبي هذا كي وضحها المفوضية العلية للانتخابات عندما قبل الطعن وعندما نرى المفوضية ماذا تقدم للمحكمة من إجراءات التي استبعدت من شانها الدكتور سيف رسام في ذاك الوقت أن نحدد من هو المسؤول على استبعاد الدكتور سيف رسام وما هي الضغطات التي مرست على الهيئة المفوضية العلية في هذا الموضوع أنا حبيت أن نوه على نقطة لأن تعرف اليوم هناك تعدي في محكمة السبهة من قبل مجموعة ماريقة مسلحة هجمت على المحكمة وتعدت على الموظفين والقضاء ولعل صدرت بيانات كثيرة وبالتالي هذه مجموعة مسلحة حتى لا يسيء الفهم اليوم تحركت القوات مسلحة في المنطقة الشرقية وأمنت المحكمة والآن المحكمة تشغل في ظروف جيدة هؤلاء لا نعرفون لمن ينتمون عبارة عن عصابات لا يتبعون أي جهة ولكن تم تأمين هذه الانتخابات من قبل القوات مسلحة والآن النظر في هذا الطعن بإذن الله من هنا إلى يوم الحد سيكون النظر فيه وبالتالي ننتظر عدالة القضاء ونزاهة القضاء ونحن نقبل بالنتائج لأننا نحن معركة قانونية وسلمية ونؤمن بالقضاء الليبي لأنه قضاء نزيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر